مشكلة اللي عنده اضطراب الشخصية الحديها في ايه؟ انه ما عندهش حدود هو لما بيحب حد بيحبه قوي و لما بيكره حد بيكرهه جامد جدا ليه؟ لان حسيته بتاعة المشاعر العالية ما خليها طول الوقت عايز اللي قدامه يبقى موجود الحاحه المستمر ده وضغطه على اللي قدامه بيخلي اللي قدامه فعلا يزهق منه بعد شوية ويمشي ما ببقاش فاهم طبيعة العلاقة ومش قادر يفهم ان ده انت يعني اللي بابزل الجهد ده كله علشان انت تبقى موجود فلما بيكون مثلا زوج زم حضرتك قلت او صديق او اي حد بيتعب من الملحقة يعني بيحسس طول الوقت انه هو مطالب انه يبزل الجهد اكتر واخد باله من تصرفاته وانه يستوعب اللي قدامه مع انه زم حضرتك قلت كده يا ممكن كلمة بسيطة تجيبه في اعلى سماء او تنزله تحت سبع ارض فيبقى الشخص ده انا شايف ان الموقف ما يستحقش المبلغة دي لانه هو من ضن سماء الشخصية دي عندها حاجة سماء الانفصل عن الواقع هو احيانا بيكون ردود فعلي مبلغ فيها ما تستحقش الموقف يعني الموقف اللي والشخصية دي لما بيحب بيحب بجنون ويحب بحلاوة يعني بيعمل كل حاجة حلوة وتلاقيه دايما بيفاجئ حبيبه وفي المناسبات تلاقيه دايما مميز وعشان كيه دايما بيعمل حاجات غريبة وحلوة وده ما خفيف وبيفتكر كل حاجة كويسة انت عملتها فعشان حساسيته المفرطة دي او انه هو طول الوقت عايز اللي قدام يكون عن نفس الكفاءة بتاعته في العلاقة ما بيلاقيش ده فبيحبط لما بيحبط بيعاقب نفسه او يعاقب الشخص اللي قدامه او يعمل سلوكي يأذيبي نفسه او يدخل في المخدرات او يدخل نفسه في انخراطات في سلوكيات هو عارف ان مش صح مش صح بس هو وقت فعاله ووقت تصرفه هو لا ينظر الى العواقب ما بيبصش لتبعات الموقف فما عندوش الحق شكلنا كلنا راجحين يا دكتور احنا بقى ده معظم المشاكل العاطفية ولو حداك شفت على السوش الميديا كلها ان كله الغدر يعني احنا ايه كمان بنشخص الغدر قلة الاصل والندالة وانا عملت كتير وهو ما قدرش فاحنا دايما فعلا يبيد قوي يسود قوي طبما ده كده فيه ناس كتير قوي عندها اتراف الشخصية